في هذا الفيديو سنتعلم ماهو مبدأ عمل المكيف المنزلي وشرح تفصيلي لدارة التبريد والتدفئة بآن واحد قبل أن نبدأ لا بد أن نذكر ببعض المعلومات المهمة لفهم مبدأ عمل المكيف عندما يتبخر السائل فإنه يمتص حرارة من الوسط المحيط وتسمى كمية الحرارة التي يحتاجها السائل لأن يتبخر بالحرارة الكامنة للتبخر وكلما كانت هذه الحرارة أكبر كلما كان السائل يمتص حرارة أكثر أثناء تحوله إلى بخار وهذا ما يحدث في جسمنا أثناء التعرق فيتبخر السائل مبردا سطح الجلد خلفه غاز الفريون والذي يمثل وسيط التبريد في المكيف يمتاز بحرارة التبخر كامنة عالية نسبيا ستساعد في انتصاص كميات أكبر من الحرارة الغير لازمة فضلا عن أن لديه درجة غليان منخفضة أي عملية تحوله من سائل لغاز تحدث عند حرارة منخفضة سندخل في التفاصيل يعتبر الضغط الموجود في القطعة الخارجية القلب النابض لمنظومة التبريد فيعمل على ضغط وسيط التبريد الذي ترتفع درجة حرارته بسبب انضغاطه ويخرج من صمام الطرد على هيئة غاز مضغوط حرارته تقارب 70 إلى 80 درجة مئوية فيمر بأنابيب المكثف والتكاثف عكس التبخر تماما هي عملية تحول البخار إلى سائل عندما يلامس البخار سطحا باردا أو عندما يخسر حرارة وهذا ما يحدث في المكثف فيتحول وسيط التبريد إلى سائل عند مروره بالأنابيب بسبب تعرضه للهواء المحيط الذي يكون أبرد بطبيعة الحال وبمساعدة المروحة يتخلص من جزء من حرارته فيخرج من المكثف بعد أن تحول أغلب الكمية إلى السائل مضغوط حرارته تقارب 45 إلى 50 درجة مئوية ثم يتجه هذا السائل المضغوط إلى القطعة الداخلية الموجودة في المنزل فيصل إلى صمام تخفيف الضغط والذي يجبر السائل على المرور من مكان ضيق جدا فيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في ضغط السائل وبدورها تنخفض درجة حرارته ليصبح بارد وهذا مشابه لما يحدث في مرش الماء اليدوي حيث أنه يحول قطرات الماء السائلة إلى رذاذ لأنها خرجت من مكان مضغوط إلى مكان أقل ضغط فيدخل وسيط التبريد على هيئة خليط سائل وبخار إلى مجموعة من الأنابيب التي تشكل المبخر وبمساعدة المروحة التي تعمل على تمرير هواء الغرف الساخن على الأنابيب الباردة فيبرد الهواء ويتجه إلى الغرفة أما وسيط التبريد فترتفع درجة حرارته لأنه امتص حرارة الهواء الساخن وهذا يؤدي إلى تحوله إلى بخار ويعود إلى الضغط عن طريق خط السحب ليعيد الدورة مجددا وبهذا نكون قد انتهينا من شرح دورة التبريد أما في حال التدفئة فالأمر مشابه للتبريد لكن بشكل معكوس تقريبا ففي حالة التدفئة يعمل صمام العاكس أو ريفيرسين فالف على تحويل مسار الغاز المضغوط الذي يخرج من الضاغط فيرسله فورا إلى القطعة الداخلية في المنزل والتي كانت تسمى مبخر أما هنا فأصبحت وظيفتها التكثيف فيمر الغاز الحار داخل الأنابيب وتعمل مروح على توجيه هواء الغرف البارد عليه فيسخن الهواء ويبرد الغاز فيتكاثف بعدها يتجه إلى القطعة الخارجية فيصل إلى صمام تخفيف الضغط الذي يخفف الضغط فتنخفف درجة الحرارة ويدخل إلى المبخر والذي كان يسمى مكثف في دورة التبريد تعمل مروح على توجيه الهواء المفحيط الذي يكون أدفأ بطبيعة الحال على الأنابيب فيغلي وسيط التبريد ويتحول إلى غاز ويعود إلى الصمام العكس ومن ثم إلى الضغط ليبدأ دورة عمل جديدة نلاحظ وجود هذه القطعة المتصلة بصمام تخفيف الضغط والمثبتة على مخرج المبخر في دورة التبريد تكون مليئة بسائل حساس لتغير درجة الحرارة فعندما ترتفع درجة حرارة مخرج المبخر يزداد ضغط السائل بداخلها ويؤثر على الصمام فيدي إلى دخول المزيد من سائل التبريد إلى المبخر أما عندما يبرد مخرج المبخر يؤدي ذلك على تقليص كمية وسيط التبريد الداخل له وبهذا نمنع حدوث التبريد الزائد أو أوفر كولين هذا كل شيء فيما يخص دورة التدفع والتبريد في المكيف أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك ليصلكم المزيد